سان بيترسبرغ مسقط رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع قادة دول بجموعة العشرين وحول طاولة التفز عماء اقتصادات ناشئة ومتقدمة نقاشاتهم اقتصادية أما ملفهم الرئيس فهو الملف السوري واستخلافات أمريكية روسية بدت واضحة من خلال عدم التقاء رئيسين وحرصهما على الجلوس متباعدين خلافا للأصول التي تفرض أي جسا رئيس أكبر دولتين جنبا إلى جنب في قمة العشرين بعض المشاركين طلب مني تخصيص وقت واحتمال بحث مواضيع أخرى ملحة جدا في السياسة الدولية وخصوصا الوضع المتعلق بسوريا وأكترح القيامة بذلك على العشاء وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد شدد في اجتماع مصغر لبعض القادة المشاركين على ضرورة طرح الملف السوري للبحث أتطلع إلى إجراء حوار فعال بين القادة فيما يتعلق بالوضع في سوريا وأعتقد أننا كلنا نتفق على أن استعمال السلاح الكيميائي في سوريا ليس مأساة حسب إنما هو انتهاك للقانون الدولي ووسط هذه الخلافات حذرت الصين على لسان نائب وزير ماليتها من أن شن ضربة عسكرية على سوريا سيضر بالاقتصاد العالمي وجددت الدعوة إلى حل سلمي لإنهاء الصراع وكان بوتين قد التقى على هامش القمة النظيره الصيني تشي جين بينج ومن المقرر عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أنصار التحرك العسكري ضد سوريا ويلتقي أوباما بصورة خاصة رئيس الفرنسي فرنسا أولاند أحد أكبر أنصار الخيار العسكري ضد سوريا ويلتقي أولاند من جهته على انفراد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المؤيد أيضا لتدخل عسكري يعاقب دمشق كما يجري ببعوث الأمم المتحدة الخاصة بشأن سوريا الأخضر الإبراهيمي نقاشات على هامش القمة لعقد مؤتمر دولي لحل الأزمة السورية